نعم حمدان أرحب بكم من مقر إقامة التمرين التعبوي الذي يقام في النسخة الرابعة طبعا تشارك في هذا التمرين القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية بالإضافة إلى قطاعات أمن الدولة وأيضا تشارك هيئة الزكاة والضربة والدخل بالإضافة إلى الهيئة الأحمر السعودي الحديث أكثر مع نظيفنا العميد سامي الشويري قد حالة الرسمي للأمن العام أولا ما الهدف من هذا التمرين أهلا وسهلا بك أخي حمد أرحب فيك ورحب في الأخوة والأخوات مشاهدي ومتابعي قناة الأخبارية الحقيقة هو كما ذكرت قبل قليل أن الهدف من التمرين هو رفع وطيرة الاستعداد والجاهزية والتعاون بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات أمن الدولة من خلال تطبيق عدد من الفريضيات والتطبيقات التكتيكية التي أيضا تهدف لرفع وطيرة التنسيق وقد ورفع مقدرة وجاهزية رجال الأمن على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات والأزمات الأمنية التي قد تضرأ لقدر الله الحفاظ أيضا على مقدرات الوطن رفع درجة أيضا جاهزية رجال الأمن للتعامل مع مختلف الظروف الأمنية إذا تكلمنا عن تطور التمرين طبعا نحن نسخة الرابعة اختلاف هذه النسخة الحقيقة يعني إذا تكلمنا عن تاريخ التمرين هذا فعلا زي ما تفضلت أخوي حمد هذه هي النسخة الرابعة النسخة السابقة وقيمت خلال السنوات الماضية الحقيقة يعني في كل نسخة يتم أيضا إدخال عدد من التكتيكات والتدريبات والتطبيقات الميدانية يعني بالاستثادة من الدروس السابقة أو الدروس المستفادة من التطبيقات السابقة في هذا التمرين الحقيقة أيضا تم إدخال عدد من التطبيقات أو إدخال التقنية الحديثة على وسائل الرصد والمتابعة والضبط الميداني لضبط الحقيقة لعمليات الأمنية الميدانية وأيضا رفع قدرة رجال الأمن واستعدادهم أيضا ومقدرتهم على التعامل مع وسائل التقنية الحديثة في عمليات الضبط والمتابعة والرصد والضبط كل هذه الحقيقة الأمور أتت تدريجيا من خلال تطور نسخ التمرين اليوم نتحدث عن التمرين في نسخته الرابعة أو التمرين الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي وطن 91 قطاعات قوى الأمن الداخلي نعني بها قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات أمن الدولة وطن 90 يستضيفه الأمن العام أو تستضيفه وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مدينة تدريب الأمن العام نحن اليوم تقريبا في اليوم الثالث من أيام التمرين الأيام السابقة الحقيقة شهدت عدد من التطبيقات أيضا خلال الأيام القادمة بمشيئة الله ستشهد أيضا تطور هذه التطبيقات التكتيكية بإدخال وسائل التقنية الحديثة للرفع من مقدرة وجاهزية رجال الأمن على التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الأمنية أيضا رفع مقدرة أو قدرة التنسيق بين مختلف قطاعات قوى الأمن الداخلي ماذا عن القوات المشاركة في التمرين؟ القوات المشاركة الحقيقة نحن نتحدث اليوم عن قطاعات قوى الأمن الداخلي نعني بها قطاعات وزارة الداخلية وأجهزة أمن الدولة للتو الحقيقة فرغت هذه الأجهزة الأمنية من مشاركة ناجحة في تمرين أمن الخليج النجاح حقيقة الذي حققته قطاعات قوى الأمن الداخلي من خلال نجاح تجربتها في نسخة تدريب التمرين التعبوي أمن الخليج يدعونا أيضا إلى النظر بتفاؤل وأيضا لأن نحقق الحقيقة أو تحقق قطاعات قوى الأمن الداخلي نجاح مماثل في رفع قدرة رجال الأمن وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف الظروف الأمنية تكلمنا عن تفاصيل التمرين وتكامل الجهات في هذا التمرين ماذا عن هذا التفاصيل؟ الحقيقة أن بعض التطبيقات أو التكتيكات تتطلب أو تطبيقات تكتيكية تتطلب مشاركة عدد من الأجهزة الأمنية بعض هذه التطبيقات يتطلب تطبيق أو مشاركة جهتين أحد الجهات من أمن الدولة والآخر من وزارة داخلية أو ثلاث جهات بمشاركة أيضا أحد الجهات المساندة كما ذكرت في مقدمتك أخي حمد يعني أنه لدينا الهلال الأحمر ولدينا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضا تشارك الحقيقة في بعض التطبيقات أيضا مساندة لقطاعات قوى الأمن الداخلي المختلفة الهدف الحقيقة من التمرين دون الخوض في تفاصيل التطبيقات هو الحقيقة رفع وتيرة التنسيق السنائي بين القطاعات وزارة الداخلية أو أحيانا ثلاث قطاعات أو أربع قطاعات تتشارك فيما بينها في تنفيذ أحد العمليات الأمنية النجاحات كما ذكرنا سابقا لنسخ التمرين السابق يدعونا إلى النظر بتفاؤل إلى نجاح مماثل بمشيئات الله في هذا التطبيق أو في هذا التمرين شكرا ساعة العميد سامي الشويرك متحدث رسمي للأمن العام وكما ذكر ضيفنا طبعا التمرين مستمرة وهي في تطور طبعا ومواكبة التطورات في جميع المجالات الأمنية سواء في تطوير عناصر رجال الأمن أو استخدام أحدث التقنيات إذن التمرين مستمر وتشارك فيه جميع قطاعات وزارة الداخلية بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة أيضا تشارك هيئة الزكاة والضريبة والدقل بالإضافة إلى هيئتها الأحمر السعودي أعود إليك حمدان أشكرك زبيلي بوراسل الأخبارية زبيل حمد بن حسين شكرا جزيلا لك وليضيفك الكريم